طفولتنا كانت شخصية ديزني تحملنا إلى عالمها المليء بالأحلام والألوان والمؤثرات الصوتية والأغنيات البريئة هل تتذكر عزيزي المشاهد فيلم سيمبا أو The Lion King؟ هل تتذكر شخصيات مثل ميكي ماوس؟ الشركة التي صنعت لنا هذه الأعمال التي وصلتنا بالترجمة وعشنا معها أحلامها ديزني التي جعلتنا نفكر في حل لحذاء سندريلا ونحاول كشف الذئب الذي يدعي كونه العجوز ونجري رفقة السنافر خوفا من شرشبيل وما شابها من القصص تمر الآن مئة عام على تأسيس وولد ديزني لمملكته مملكة العجائب قرن من الجمال والعجائب والإبداع والشخصيات والقصص تقول إدارة ديزني عن ذلك لمدة مئة عام كان شغفنا هو رواية القصص من جيل إلى آخر لأن أعظم القصص تعيش للأباد لقد جعلتم تقول خاطبكم أنتم لقد جعلتم هذا الحلم حقيقة إذن للاحتفال بذلك قام فنان ألماني بصناعات متاهة هائلة الحجم بحجم أربعة ملاعب كرة قدم يحتوي تصميمها على شخصيتين ميكي ماوس ورقم مئة وشعار ديزني كان هذا جانب من الاحتفال والآن بعد مئة عام من تأسيس مملكة ديزني التي تمتلك أكثر من خمسين بالمئة من ميديا العالم حتى في اليوتيوب نقول أننا نتمنى أن لا تصوق لنا ديزني تلك الخرافات والأفكار التي خارج الطفرة الإنسانية